طول الوقت بيبقى في أفلام حضرتك أو حضرتك كلنا أنا غاوي سينما فيه فيلم أقول لهم لا الفيلم ده أنا لازم أروحه في السينما فيه فيلم أقول لهم لا مش لازم أروحه في فيلم ده في السينما الفيلم ده حاستنى لما تعرض على منصة ولا تعرض في التلفزيون وأروح الفيلم ده على طول لكن مش لازم أروحه في السينما فيلم بقى اللي أنا بكلم حضرتكم عليه ده اللي بدأ الحديث عنه بشكل كبير جدا خلال الساعات اللي فاتت ولاد رزق الجزء الثالث هو من الفئة الأولينية الفئة اللي مش هينفع تشوفه إلا في السينما مش هينفع تشوفه إلا في السينما بسبب أنه أنت كمشاهد وهنا بتكلم بقى مشاهد مصري مشاهد سعودي مشاهد عربي عموما أنت هتبقى عايز تشوف التفاصيل بتاعة الفيلم ده هتبقى عايز تشوف الشاشة الكبيرة عارفين زمان زمان إحنا متجيل اللي هو يقولك الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة الشاشة الكبيرة دي بقى هتبقى لازم تشوفها لان انت هتبقى بتتفرج مثلا يسموه منصق او مصمم الاكشن مصمم مشاهد الاكشن انت من حقك وده من حقك بالمناسبة يعني من حقك انك كمشاهد انك تشوف فيلم انتاجه عظيم جدا وكبير ومنصق المشاهد او مصمم مشاهد الاكشن بتاعته هو العامل Mission Impossible بتاع توم كروز في افلام على المستوى الدولي او على المستوى العالمي احنا دايما ندخلها ونبقى بنتفرج عليها ومبسوطين بها جدا بس احنا تعودنا على انها تبقى افلام امريكاني يعني احنا تعودنا مثلا على انه في حاجة اسمها Ocean 11 من Ocean 11 ل Ocean 12 ل Ocean 13 ل Ocean 13 and a half الجزء الرابع سموه 13 ونص اللي هم مجموعة الابطال اللي احنا بنطعطف معهم و بنحبهم دول فيلم زي Mission Impossible باجزاءه المختلفة احنا طول الوقت نشوف الافلام دي لكن احنا تعودين عليها انها افلام امريكاني ولاد ريز كسر القاعدة المعتادة في ثقافتنا سواء الثقافة المصرية السينمائية او الثقافة العربية او الثقافة السعودية لانه انت مش لازم تستنى Mission Impossible ولا لازم تستنى Ocean 11 باجزاء وانت ممكن تشوف ولاد ريز ولاد ريز اللي بدأ عرضه بالفعل واللي تم تصويره برضو بالمناسبة ده اللي خلاني اقول على Ocean 11 دايما تلاقوا مجموعة الابطال العصابة اللطيفة دي موجودة في مهمات مختلفة يعني مثلا Ocean 11 ده كان مرة في باريس مرة في روما مرة في لاس فيجس ولاد ريز بقى مرة في القاهرة ولاد ريز الثلاثة دلوقتي في الرياض فده شيء برضو بيحط مشاهد جديد بيخلي عينك تشوف مشاهد جديدة مختلفة تماما جدا سواء على مستوى الفيلم على مستوى الحوار على مستوى السيناريو على مستوى التصوير مش لازم يبقوا ناطقين باللغة الإنجليزية مش لازم يبقوا أمريكان مش لازم الكلام ده يبقى في روما ولا لازم الكلام ده يبقى في باريس ولا لازم انه يبقى في لاس فيجس ممكن يبقى بشكل أساسي في القاهرة أو في الرياض الحماس لوحده ما بيعملش نجاح لازم يبقى فيه حماس وفيه علم وموهبة لما تعمل الثلاث حاجات دول تقدر تحقق منتج تبقى عارف أنه الناس هتقبله وتتفرج عليه وتقبل عليه وده في الحقيقة اللي بيميز جدا 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 الفيلم والإنتاج اللي تم من خلال الهيئة العمل الترفيه لأنه معالي المستشرة تركيا الشيخ فعلا تحمس للموضوع بس الحماس لم يكن كافيا الحماس مع العلم مع الموهبة لما ده تجمع بقى فيه ولاد رزق ثلاثة